أكدت منظمة أطباء بلا حدود أن قوات الإسرائيلية أكبرت الطاقم الطبي على الفرار من مستشفى ناصر تارق المرضى وراءه ودعت منظمة أطباء بلا حدود القوات الإسرائيلية إلى وقف هجومها على مستشفى ناصر في خان يونس فورا وفي السياق شلدت الأمم المتحدة على ضرورة حماية المدنيين مشيرة إلى عدم توفر مكان آمن في غزة وأضافت الأمم المتحدة أن أكثر من 70% من البنية التحتية المدنية و84% من المرافق الصحية في غزة قد دمرت أو تضررت بشدة